تلمزنا الشطار في كل مكان في مصر وأبنانا في الخارج أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مدرسة على الهوى وحلقة جديدة من حلقات مادة الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي طبعا الحلقة اللي فاتت كلمنا عن البيئة الصناعية وعرفنا ايه هي عوامل قيام الصناعة العوامل الطبيعية والعوامل البشرية وتكلمنا عنها وعرفنا كل نقطة فيها النهاردة هنكمل مع بعض ونشوف أهمية البيئة الصناعية ونعرف ايه هي العلاقة بين البيئة الزراعية والعلاقة بينها وبين البيئة الصناعية تعالوا نشوف مع بعض كده ليه البيئة الصناعية مهمة في حياتنا طب الصناعة مهمة جدا طيب وجود مصانع وجود مناطق صناعية مهمة جدا جدا في حياتنا وده لأنه هو بيوفر فرص عمل كتير جدا للشباب وللناس اللي هم بيدوروا على فرصة عمل نشوف مع بعض كده على الشاشة وهمية البيئة الصناعية رقم واحد توفر فرص العمل للمواطنين وايضا لما وفر فرص عمل فهنا بقلل البطالة كمان المناطق الصناعية او الصناعة بمعنى صح او البيئة الصناعية بتوفر لنا حاجة اسمها المنتجات الصناعية لو انا عايز مثلا اشرب عصير اشتري مثلا من المحل عصير مثلا بلاقي في مصنع معين عمل اخذ عصير الجوافة مثلا او عصير البرتقان وعملوا علب وكمان وداء الاماكن اللي هي السوبر ماركتس والاسواق واقدر ان انا اشتري هذه المنتجات بسهولة جدا اذا رقم اتنين بتوفر البيئة الصناعية المنتجات الصناعية تعالي نشوفها مع بعض كده على الشاشة تقدم الصناعات المختلفة والمنتجات الصناعية طيب رقم تلاتة عندنا البيئة الصناعية تساعد في زيادة الدخل القومي الدخل القومي اللي هو الفلوس اللي بتدخل للبلد طيب هو انا ممكن اصنع حاجات وباعها برا مصر اه طبعا لان ده بنسميه السوق الخارجي اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت وده طبعا بيسمح لنا ان احنا نحصل على حاجة اسمها العملات الاجنبية رقم اربع عندي ارتفاع المستوى طبعا الاقتصادي والتعليمي والثقافي للسكان وده ايضا من اهمية البيئة الصناعية اللي موجودة عندنا طبعا دي صورة لأحد الصناعات اللي موجودة وقد ايه بيبقى فيه عمال وموجودين العمال دول في المكان ده او في المصانع علشان يقدروا انهم يصنعونا المنتجات الصناعية اللي احنا بنحتاجها فيه ايضا مجالات العمل المتاحة ايضا في البيئة الصناعية فيه مجالات اخرى زي المصانع المنشآت الصناعية التجارة والبنوك النقل والمواصلات خلي بالك ان التجارة والبنوك دي حاجة اساسية مرتبطة جدا بالمصانع لان الراجل اللي هو بيصنع في المصنع بتاعه محتاج تاجر عشان يشتري منه هذه المنتجات الصناعية ولما يشتري منه يبقى معا فلوس كتير يقدر يحطها في البنوك المختلفة طبعا فيه بنوك كتير جدا ومتعددة في مصر عندنا كمان النقل والمواصلات دي تعتبر مجالات اخرى متاحة غير الصناع وطبعا دي بتكون مرتبطة جدا بيئة الصناع والبيئة الصناعية طبعا دي صورة للبنك المركز المصري وده احد البنوك العظيمة اللي موجودة عندنا طبعا فيه بلدنا ونقطة مهمة قوي العلاقة بين البيئة الزراعية والبيئة الصناعية على فكرة دي سهلة جدا انا عايز اعرف كل بيئة من البيئات دي بتدي للبيئة التانية ايه وده طبعا بنقول عليه التكامل طيب هنا عندي البيئة الزراعية بتدي للبيئة الصناعية ايه بتديها طبعا المواد الخام ايضا الايد العاملة المنتجات الغذائية لاشباح حاجات العاملين بالصناعية يعني الناس اللي شغالين في المصانع والبيئة الصناعية مفيش عندهم ارض زراعية مثلا علشان يكلوا خضروات يكلوا فاكهة فطبعا البيئة الزراعية بتديهم المواد الخام وكمان بتديهم المنتجات الزراعية اللي بيحتاجوها كل يوم وكمان عندي وحاجة مهمة جدا هي الايد العاملة العمال اللي بيسافروا من البيئة الزراعية او من الريف الى المدن طيب تعالي نشوف مع بعض الصورة الجميلة دي نشوفها كده مع بعض على الشاشة طبعا هنا البيئة الصناعية والبيئة الزراعية هي علاقة تكامل بينهم وبين بعض طيب البيئة الصناعية بقى بتدي للبيئة الزراعية ايه المصانع بتصنع ايه وتديها للناس العمالي شغالين في البيئة الزراعية بتديهم المنتجات الصناعية اللي بيحتاجها السكان المنتجات الغذائية الأسمدة اللي بيحتاجها في الأرض عشان الفلاح أو المزارع يزرع الأرض وكمان الأدوية والآلات الزراعية لما نجي نفكر مع بعض هنلاقي إن الآلات الزراعية اللي بيستخدمها المزارع في البيئة الزراعية هو جايبها منين هو جايبها من البيئة الصناعية يعني الجرار الزراعي مثلا او المحراث الزراعي ده هو مين اللي صنع الحاجات دي البيئة الصناعية الفلاح المصري او المزارع المصري بيروح يجيب الحاجات دي يشتريها من البيئة الصناعية ويستخدمها في البيئة الزراعية اذا هناك تكامل بينهم وبين بعض طيب دعا نشوف مع بعض بعض المواد الخامل الموجودة عندنا طبعا ده زي القطن مثلا القطن ده بنصنع منه الملابس زي كمان عندي قصب السكر وأو حد يقولي بنصنع منه عصير القصب لا طبعا أو حد يقول كده قصب السكر بنصنع منه السكر خلي بالك يبقى أنا عندي دي أحد المواد الخام اللي موجودة عندنا طيب السكان اللي عايشين هناك عندهم خصائص مهمة جدا يعني مثلا لو احنا فاكرين في البيئة الزراعية احنا قلنا ان بتنخفض نسبة التعليم في البيئة الزراعية لكن عندنا هنا بترتفع نسبة التعليم وخلي بالك بتقلد نسبة الأمية العكس لو التعليم عالي الأمية قليلا لو في البيئة الزراعية عندي نسبة الأمية بتزداد فالتعليم دلوقتي بيبدأوا في البيئة الزراعية ان هما يحتموا بانشاء المدارس علشان يرفعوا نسبة التعليم اكتر في هذا الوقت طيب تعيشوف مع بعض كده على الشاشة في خصائص سكان البيئة الصناعية عندي طبعا ارتفاع نسبة التعليم وانخفاض الأمية عندي كمان الاهتمام بتعليم الأطفال ورفاهيتهم خلي بالك هناك كان من الحاجات السلبية اللي موجودة هو عمل الأطفال في الزراعة لكن هنا بيهتموا جدا بالتعليم الأطفال ورفاهيتهم يروحوا النادي ويلعبوا ويتفسحوا الحاجات دي كلها طيب تشوف مع بعض رقم 3 مشاركة المرأة في العمل ودي طبعا حاجة مهمة جدا والمرأة بتحظى بها في المجتمعات الصناعية أيضا المشاركة في النقابات العمالية اللي طبعا بتحافظ على المصالح بتاعتهم طبعا دي صورة لبعض المدارس اللي موجودة في البيئة الصناعية ونشوف آخر نقطة في الحتة دي هي عادات وتقاليد السكان في البيئة الصناعية على فكرة زي ما خدنا في البيئة الزراعية وعرفنا ان في عادات إيجابية كويسة وعادات سلبية دي وحشة نينفعش انها تكون موجودة في البيئة الزراعية عندي أيضا دلوقتي عادات إيجابية زي ايه؟ ايه العادات الإيجابية اللي موجودة هناك؟ هو ينفع واحد لوحده هو اللي شغل مصنع كبير؟ لا طبعا ده لازم يكون مجموعة كبيرة من الناس وفي بينهم وبين بعض تعاون عشان كده رقم واحد عندنا هي التعاون بين كل الناس اللي شغالين في المصنع أول حاجة طب اتنين الانتظام في العمل يعني ايه؟ يعني كل الناس بتنتظم وهي رايحة الشغل بتاعها كله بينتظم في ذهابه للمصنع ليه؟ لان ما ينفعش تغيب طب تلاتة احترام مواعيد العمل المصنع هيبدأ أو هيشتغل الساعة 8 كل الناس الساعة 8 تكون موجودة وقبل كده كمان طيب يبقى عندي هنا دي طبعا العادات الايجابية زي طبعا الصورة الجميلة دي اللي بتبين التعاون والاتحاد بينهم وبين بعض وطبعا احترام الوقت أو احترام مواعيد العمل طبعا العادات السلبية بقى انتها نشوفها مع بعض اه دي نقطة مهمة قوية التدخين داخل المصنع جا رقم واحد اتنين ترك المخلفات الصناعية دون معالجتها برضو دي من العادات السيئة الوحشة اللي موجودة عندي اللي هي ايه اللي هي ان هو يدخم في المصنع اللي هو بدل ما يعمل عملية اعادة تدوير او ريسايكلينج للحاجات اللي هي المخلفات اللي موجودة لا بيسيبوها بدون معالجت طبعا ضية الطلاقي بشوتار كان اخر حتى في درس طبعا اللي فات اللي هو العوامل التبعي والبشرية للبيئة الصناعية ودرسنا النهاردة اللي بيكلم عن الصناعة خلي بالك بقى والمناطق الصناعية طيب تعالوا نشوف هل الصناعة دي احنا اكتشفناها دلوقتي اعتقد لا طب هل ايام الفراعنة كان في صناعة تعالوا نشوف مع بعض قال ان مصر عرفت الصناعة منذ عهد الفراعنة بس اكيد يا مستر ما عرفوش الصناعة الحديثة اللي هي موجودة دلوقتي طبعا ما يعرفوش طبعا صناعة الموبايل صناعة الكمبيوتر ما يعرفوش صناعة الالات اللي موجودة السيارات لا طبعا فكانت الصناعات بتاعتهم بسيطة قوي تعالوا نشوف مع بعض ايه اهم الصناعات اللي موجودة عندهم ايام الفراعنة اللي اهتموا بيها زي مثلا الادوات الزراعية عشان يزرعوا جميل المعدات الحربية ها اسلحة الحروب بقى الخزف المنسوجات ملابس الزيوت الحلي الحلي ايه الحلي ده اللي هو ادوات الزينة يعني زمان ايام الفراعنة كانوا بيعملوا ايه بقى كانوا مثلا ممكن يلبس مثلا خاتم او مثلا الست كانت بتتزين بالعقد بالاسورة بالخواتم حاجات كتير اوي كده بتعتبر من انواع الحلي اللي اهتم بيها الفراعنة المصريين القدمان طيب تعال شوف مع بعض كده الصناعة تطورت يعني هتفضل كده على طول لأ طبعا طب تطورت امتى خلي بالك عرفت مصر الصناعة الحديثة في عهد مين اه مؤسس مصر الحديثة اللي خدناها قبل كده ها محمد علي يبقى منذ محمد علي عرفت مصر الصناعة الحديثة فصنعوا ايه صنعوا السكر صنعوا السفن صنعوا المواد الكيموية وحاجات كتير جدا طبعا خدناها في او هناخدها في فراع التاريخ طيب كده عرفنا في مقارنة بين الاتنين بين الصناعة ايام الفراعنة والصناعة ها ايام محمد علي اللي هي الصناعة الحديثة طيب تعالي نشوف مع بعض هل دلوقتي في صناعة متقدمة او لك اه تعالي نشوف مع بعض قالك دلوقتي الان توجد قاعدة صناعية يعني عايز اقولك متقدمة وبتزداد يوم بعد يوم يعني كل يوم فيه تطور فيه حاجات جديدة بتظهر فيه كل واحد عنده مصنع بقاله كم سنة بيحاول يطور المصنع بيحاول يجيب آلات حديثة علشان ايه هو ليه انا بطور المصنع اللي عندي علشان ينتج اكتر يخلي جودة المنتجات احسن يعني التي شيرت بدل ما تلاقي تي شيرت جودة الصناعة بتاعته وحشة لا الراجل يجيب آلات جديدة حديثة تطلع تي شيرت شكله جميل جدا طيب تعالي شوف مع بعض كده الصناعات اللي موجودة عندنا في بلدنا قال لي يا مستر احنا هنصنف خلي بالك الصناعات حسب درجة التطور يعني ايه يعني هقولكو على حاجة بسيطة قوي هل صناعة الالم ده زي صناعة الريموت ده زي صناعة الموبايل ده لا طبعا ده غير ده غير ده خلي بالك هل صناعة الورقة دي زي صناعة الريموت اللي موجود ده او الماوس اللي موجود او الكمبيوتر ده لا طبعا دي حاجة ودي حاجة ودي حاجة طب احنا هنقسمها ازاي قال لي ان الصناعة هنصنفها حسب درجة التطور طب تعالي نشوف مع بعض كده على الشاشة عندي اول حاجة صناعات حرفية يدوية اه من اسمها يدوية طيب اتنين صناعات بسيطة مش هتحتاج آلات كتير قوي قوي ولا تحتاج تكنولوجيا عالية جدا جدا للدرجة دي اما الصناعات التالتة او النوع التالت هو صناعات حديثة تبتيجوا نشوف مع بعض مجموعة من الصور اه برافو انا سامي حد بيقول ده بيصنع فخار جميل طيب دي تعتبر ايه صناعة ايه يدوية لا طبعا صناعة ايه صناعة حديثة طيب تعالي نشوف مع بعض الصناعات الحرفية هي ايه خلي بالك بقى لما اقولك صناعة حرفية افتكرها بالصناعة اليدوية هي الصناعات التي تعتمد على العمل اليدوي اه طب تعالي نرجع مع بعض للصورة اللي فاتت دي كده ونشوف اه الراجل بيشتغل بايده يبقى صناعة الفخار اللي في الصورة امامنا دلوقتي على الشاشة اهي الصورة دي بيشتغل بايده يبقى ده بنسميها عملها او صناعة يدوية يبقى عندي هنا الصناعات التي تعتمد على العمل اليدوي وخلي بالك بتحتاج رأس مال كبير ولا لا لا طبعا ما لا تحتاج الى رأس مال كبير ده هي رأس مال اللي بتحتاجه حاجة بسيطة جدا زي ايه مستر تعالي نشوف مع بعض زي حفر الخشب لو بصينا حوالينا كلنا هنلاقي فيه ترابيزة وفيه كرسي وفيه حاجات معمولة بالايد حاجات يدوية زي السجاد اليدوي اوقات كتير جدا في المناطق الزراعية والمناطق الصحراوية تلاقي السجاد اللي موجود في بيوتنا سجاد يدوي الفخار اللي هو البوتري او الحاجات اللي بتتعمل من السلصال تمام وده برضو موجود عندنا يبقى ثلاث انواع من انواع الصناعات اليدوي طبعا ده حفر الخشب زي ما انتوا شايفين عندي كمان السجاد اليدوي واخيرا صناعة الفخار الرجل الجميل اللي في الصورة قدامنا ده اللي هو بيهتم جدا بكل تفاصيل الفخار او الحاجة اللي هو بيعملها في ادي طيب الصناعات البسيطة بقى خلي بالك هي حاجة بسيطة جدا صناعة بيتم تحويل المادة الخامة اللي قدامي الى صورة اخرى يعني مثلا على سبيل المثال السكر اللي احنا بنحطه على الشاي والعصير والحاجات دي ده صناعة بسيطة ليه لان هو خلي بالك بنحول قصف السكر الى ها سكر برافو عليك طيب الملابس اللي بنلبسها دي صناعة بسيطة ليه يا مستر بنحول القطن الى خيوط ثم الى قماش ثم الى ملابس اذا دي كلها صناعات خلي بالك تحتاج الى عدد كبير من العمال شوف مع بعض على الشاشة اهو تحتاج الى عدد كبير من العمال وايضا بجانب الالات اه زي ايه بقى زي حلج القطنة وتحويله الى خيوط وقماش حفظه وتعليب الفاكهة تعالق كده انزل السوبر ماركت كده اللي تحت البيت هتلاقي هتلاقي ايه هتلاقي منتجات كتير صناعية موجودة في السوبر ماركت هتلاقي عصاير وهتلاقي حاجات اللي هو الكياس المغلفة اللي فيها بطاطس وحاجات كتير جدا موجودة هتلاقي خضروات كمان مجمدة ملوخية بامية في حاجات كتير موجودة بسلة كل دي اسمها تعاليب الخضروات والفاكهة طيب تالت حاجة عندنا تصنيع الجلود الجلد بتاع الحيوان بنصنع منه بنعمل مثلا بنعمل شوز بنعمل حزام بنعمل شنطة حاجات اللي هي طبعا تتجو سقعة دلوقتي جدا في بعض المناطق ممكن نعمل جاكت من الجلد برضو دي حاجات خلي بالك بنسميها صناعات بسيطة طبعا ده القطن اللي بنعمل منه حلج القطن ودي طبعا صورة الفاكهة اللي بتتحول الى معلبات وبنستخدمها طبعا في حياتنا وكمان ده تصنيع الجلود عندنا صناعات الحديثة بتعتمد على الآلات الحديثة ودي بقى خلي بالك بيقل فيها الاعتماد على العمال وبيزيد الاعتماد على الآلات مصنع كبير جدا جدا تلاقي فيه مثلا مئة عامل خمسين عامل هم بس موجودين عشان يشغلوا الآلات لكن بيعتمدوا اكتر على الآلات الموجود زي ايه تعمل بص مع بعض الاجهزة الكهربائية والكمبيوتر السيارات والآلات اللي موجودة عندنا طيب دي صورة طبعا لبعض الاجهزة الكهربائية وصورة لصناعة السيارات او تجميع السيارات عندنا طيب اهم الصناعات تعال نشوفها مع بعض عندي صناعات غزائية عندي صناعات الغزل والنسيج الصناعات المعدنية الصناعات الهندسية والكهربية خلي بالك الصناعات الكيميائية من اسمائهم متأكد ان انتوا عرفتوا انواع كل واحدة طيب الصناعات الغزائية زي ايه زي صناعات السكر غزاء بقى حفظ وتعليم الفاكهة والخضروات برافو تمام طيب عندي اهو بنجر السكر واصر بالسكر اللي ناخده منهم السكر صناعات الغزل والنسيج برافو سامح حد بيقول الملابس الجاهزة والمفروشات اللي موجودة عندنا المفروشات بتاعت السرير بتاعت الترابيزة حاجات دي كلها حاجات مفروشات كتير جدا طيب اهو صناعات الملابس وصناعات المفروشات صناعات المعدنية جاي من المعدن ها هنبص مع بعض الحديد والسلب عندي كمان ايه عندي صناعات الالومونيوم ودي موجودة عندنا في بلدنا صناعات معدنية خلي بالك اهو صناعات الحديد وايضا ده صناعة الالومونيوم من اللي موجودة عندنا في بلدنا الجميلة طيب صناعات الهندسية والكهربية دي سهلة جدا التلاجات بقى والاجهزة الالكترونية اللي موجودة في معانا وفي ادينا واجهزة السيارات والآلات خلي بالك كل دي صناعات هندسية وصناعات كهربية تستخدم في او تستخدم الكهرباء في تشغيلها طبعا دي صورة مجمعة بقى لكل الاجهزة والحاجات اللي هي تعتبر هندسية وكهربية طبعا برضو دي صورة للآلات الصناعات الكيميائية دي زي الأسمدة وزي الأدوية اللي احنا طبعا بنستخدمها أو بناخدها لما حد بيكون تعبان الصابون والعطور طبعا كلنا بنستخدم الحاجات دي دي تعتبر صناعات كيميائية طيب خلي بالك دي صورة طبعا للأسمدة في البيئة الزراعية اللي بتروح طبعا للبيئة الزراعية عشان الفلاح يستخدمها في الزراع طيب ينفع كل مصنع يكون لوحده ما ينفعش الدولة عملت حاجة اسمها مناطق صناعية يعني ايه يعني تجمع مصانع كتير في مكان واحد طيب تعالي نشوف مع بعض كده المناطق الصناعية زي ايه زي العشر من رمضان نشوف مع بعض كده على الشاشة اهو بنصنعوا هناك في العشر من رمضان بيصنعوا غزل ونسيق بيصنعوا صناعات غزائية في العشر من رمضان في ناس بيتفرجوا علينا قاعدين هناك وشايفين الحلقة وبتفرجوا عليها وبيلوا اه عندنا مصانع فعلا بتصنع الحاجاتي طيب السادس من اكتوبر 6 اكتوبر اه الغزل والنسيق في مصانع هناك صناعات غزائية صناعات هندسية دي طبعا منطقة صناعية طيب حلوان اه برضو منطقة صناعية في مصانع كتير الغزل والنسيق صناعات الكيموية حديد وصلب صناعات هندسية كل دي صناعات في حلوان المحلة الكبرى مشهورة جدا بايه مستر بالغزل والنسيق والصناعات الغزائية بس طبعا الغزل والنسيق اكتر في المحلة الكبرى اما نجع حمادي بقى فده طبعا يعني طلابنا الشطار اللي فيه نجع حمادي هناك في الالمونيوم بقى صناعة الالمونيوم وصناعة ايضا الغزل والنسيق والصناعات الهندسية طبعا دي صورة بتبين قد ايه الناس ملتزمين جدا في الذهاب الى العمل اخر حاجة في درسنا النهاردة هي اهداف الدولة من انشاء المناطق الصناعية ليه الدولة بتعمل مناطق صناعية وبتهتم ان هي تعمل مصانع كتير بس تجمحهم كلهم في مكان واحد تعال نشوف مع بعض ليه الدولة بتهتم بانشاء المناطق الصناعية اول حاجة علشان نطور الصناعة اللي عندنا ونزود عدد المصانع علشان يكون عندي صناعة قوية علشان اقدر اصدر لدول العالم علشان رقم اتنين عندي تشغيل الايد العاملة في بطالة كتير موجودة البطالة الناس اللي ما بيشتغلوش يا جماعة في مصانع موجودة في الاماكن الفلانية في المنطقة الصناعية A أو B أو C أو هنا أو هنا أو هنا روحوا هتلاقوا فيه شغل هناك في المناطق الصناعية دي فهنا أنا بقلل البطالة طيب نشوف مع بعض حاجة كمان رقم 3 زيادة الصادرات أنا بطور الصناعة بعمل مناطق صناعية عشان أزود الصادرات المصرية ويبقى عندي حاجة اسمها العملات الأجنبية طبعا رقم 4 عندنا ودي طبعا ناس كتير جدا دايما عارفنا زيادة الدخل القومي الصناعة طبعا بتزود الدخل القومي عندنا وبتخلي طبعا في البلد عندها فلوس كتير تقدر تعمل مشروعات وتبدأ تعمل حاجات كتير جدا طبعا جينا لنهاية درسنا النهاردة وخلصنا نصنع المناطق الصناعية إن شاء الله الحلقة اللي جاية هنخلص فرع الجغرافيا ونبدأ نراجع هسكت ذكر كويس جدا وتبقوا شطار كده وتجيبوا دايما الدراجات النهائية وتستنونا في حلقات إن شاء الله المراجعة طلب الشطار هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع دراسات اجتماعية للصف الأول الإعدادي وإلى اللقاء